أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن جدول أعمال قمة منتدى لاقتصادات الكبرى حول طاقة وتغير المناخ يعكس عددا من العناصر التي تضمنتها قطة شرم الشيخ للتنفيذ وخلال كلمات أمام قمة المنتدى شدد رئيس السيسي على أهمية وفاء الدول المتقدمة بتعهدتها المتعلقة بالعمل المناخي أتوجه في البداية بالشكر لفخامة الرئيس جو بايدن لدعواته لهذه القمة لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ التي يعكس جدول أعمالها عددا من العناصر التي تضمنتها خطة شرم الشيخ للتنفيذ التي تم اعتمادها في قمة قاب 27 في مصر والتي هدفت إلى تحقيق التوازن المطلوب بين رفع الطموح وتحقيق التنفيذ مع المطالبة بتنفيذ إجراءات ملموسة على رأسها التوسع في نسبة الطاقة المتجددة وتسريع وطيرة خفض الانبعاثات الميثان وفي هذا الإطار أشدد على أهمية توفر وسائل التنفيذ لا سيما من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعاهداتها ترجمة نانسي قنقر